قبل أيام من حلول الشهر الكريم حددت وزارة الأوقاف شؤون الإسلامية اليوم آلية جمع التبرعات بالمساجد طوار شهر رمضان الفضيلة وفق تعميم تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ونص تعميمه على أن يسمح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية أو الكينت فقط على أن يتم اختار إمام المسجد بزيارة لجنة جمع التبرعات من قبل جمع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة وذكر التعميم أن على كل جمعية أو جهة تجمع التبرعات الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع إعلان عند مدخل المسجد وطالب التعميم أيضا جميع منذ بيئة التبرعات بتعليق الهويات الموحدة أثناء فترة وجودهم داخل المسجد